قال رئيس الوزراء البريطاني بوري جونسون على تويتر إن بلاده أكملت تطعيم أكثر من 15 مليون شخص بالجرع الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد وما يعني إن ما يقرب من 22% من البريطانيين قد تلقوا الجرع الأولى من اللقاح ضمن حملة التطعيم واسعة النطاق التي بدأت في ديسمبر الماضي وفقا للهدف الذي حددته الحكومة فأنه اعتبارا من الرابع عشر من فبراير الجاري تم توفير الجرع الأولى لكل المستهدف تلقيحهم ضمن المجموعات الأربع ذات الأولوية التي تشمل كبار السن في دور الرعاية والموظفين فيها والطواقم الطبية في الخطوط الأمامية وكبار السن الذين يتجاوز أعمارهم السبعين عاما وأدن الركود الاقتصادي في المملك المتحدة بسبب الوباء والإغلاق إلى تزايد دعوات رفع الإغلاق وإعادة فتح المدارس وبهذا الصدد قال كل من جونسون ووزير خارجيته دومني كراب أن الحكومة لا تزال بحاجة إلى توفي مزيد من الحضر في تخفيف الإجراءات حتى في حال انخفاض عدد الحالات الجديدة ونجاح خطة التطعيم هذا وقال جونسون أنه سيعلن خطة رفع القيود في الثاني والعشرين من الشهر الجاري معربا عن أمله في عادة فتح المدارس في الثامن من مارس لمنع دخول فيروس كورونا المتحور البلاد قررت المملكة المتحدة فرض لواء حجر صحي أكثر صرامة على الداخلين للبلاد فبدءا من الخامس عشر من الشهر الجاري يتعين على السياح الذين سافروا إلى بلدان ومناطق عالية المخاطر في فيروس كورونا الجديد خلال عشرة أيام سابقة أن يلتزموا بحجر صحي في فندق تحدده الحكومة ولمدة عشرة أيام على الأقل تداء من يوم دخولهم البلاد ويتلاقوا اختبار فيروس كورونا الجديد حيث صنفت بريطانيا ثلاثة وثلاثين دولة ومنطقة على قائمة حمراء باعتبارها عالية المخاطر بما فيها جنوب أفريقيا والبرازيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر